بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنة تانية عاملين ايه يا رب كلك تكونوا بخير يا حبيبي قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ في شرح الدرس احب اوجه سلامي للطالبة المتفوقة المتميزة اروة محمود ازايك يا حبيبتي يا رب دايما تبقى نكحة في حياتك ومن تفوق لتفوق ان شاء الله ويحب اوجه رسالة شكر لممتها على الكومنتيات الجميلة اللي بتكتبها وربنا يفرحك باروة وتشوفيها احسن دكتورة في الدنيا كلها ونبدأ رأتول في فيديو النهاردة يا حبيبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عنوان unit 6 healthy lunches يعني طعام صحي الوحدة السادة بعنوان healthy lunches يعني طعام صحي هنبدأ بكلمات الدرس الاول اول مجموعة من الكلمات بعنوان foods and drinks foods and drinks يعني اطعمة ومشروبات هنه ياخد مجموعة من الاطعمة والمشروبات خبز برد خبز برد خبز برد b-r-e-a-d فاكهة فروت فاكهة فروت فاكهة فروت f-r-u-o-i-t عنا بجريبز عنا بجريبز عنا بجريبز g-r-a-b-e-s buy the eggs buy the eggs buy the eggs e-g-g-s بعد كده سنويتش بورغر a burger a burger a burger a-b-u-r-g-e-r ice cream ice cream ice cream ice cream c-r-e-a-m حرف c بكلمة cream بيونطق k لحم دجاج chicken 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 c-h بنتقهم ch ch يعني تهو شين chicken chicken c-h-i-c-k-e-n بطوط اسمالية fries 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 f-r-i-e-s مياه water 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 w-a-t-e-r chai tea 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 milk 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 m-o-i-l-k نقولهم كمال مرة يا حبابي علشان يثبتوا فيه زينكو اكتر أطعبوا مشروبات foods and drinkes foods and drinkes foods and drinkes foods and drinkes bread bread fruit fruit عنب grapes grapes bite eggs eggs سندبتش بورجر a burger وينفع نقول a burger a burger النطقين صح ice cream ice cream ice cream ice cream لحم دجاج chicken chicken بطوط اسمالية fries fries مياه water water chai tea tea lemon milk ملك نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده عندنا adjectives يعني صفات جوعان hungry 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 h-u-n-g-r-y وحرف الحرف 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 ينطق ها عشان first t first t first t first t الث اللي في الاول بنطقهم فه فه first t first t first t first t t-h-i-r-s-t-y first t ثم بعد كده عندنا language functions يعني وظائف لغوية اول حاجة بنتكلم عن ordering food طلب الطعام بقول لي لتسأل شخص هل يريد نوع من الطعام او الشراب نقول يترى هنقول له ايه في سؤال يجب تحفظوه would you like بمعنى هل تريد would you like هل تريد وبعد كده بقى بذكر اسم الطعام او المشروب مثلا عايزة اسأل شخص وقول له هل تريد بيضة هقول له would you like an egg عايزة اسأل شخص تانى اقول له هل تريد لحم دجاج would you like some chicken وهكذا ممكن عصير اقول وديو لايك صام تي او جوس اي مشروب او مثلا وديو لايك صام وطر بعد المياه يبقى بعد وديو لايك بنكتب اسم الطعام او المشروب تاني وقل اللي تسأل شخص عشان نسأل شخص يعني هل يريد نوع من الطعام او الشراب هنقوله وديو لايك هنا حرف الال في كلمة وديو لايك بمعنى هل تريد الفعل لايك لوحده بمعنى يحب لكن لما اقول وديو لايك يبقى كده الفعل معنى يريد بعد كده بنكتب اسم الطعام او المشروب الشخص بقى اللي انا بقوله وديو لايك ان ايه هل تريد بيضا لو هو بقى موافق هيقول لي يسي بليز نعم من فضلك لكن لو الشخص رافض هيقول لي نو ثانكيو يعني لا شكرا لك يعني مش عايز تاني للموافقة الشخص هيقول يسي بليز للرفض نو ثانكيو طيب لو شخص رافض بقى رافض الحاجة اللي حد قال له مثلا تريد بيضة او تريد دجاج او تريد قرس لهو رافض الحاجة دي وعايز حاجة تانية بعد ما يقول نو ثانكيو هيبدأ يقول اي وود لايك صم هنا ابو صرف دي اختصار لود اختصار لكلمة وود بنختصر كلمة وود في ابو صرف دي هنقول ايد النوطة بقى ايد بس لازم تبقى عارفين ان ابو صرف دي اختصار لود ايد لايك صم وبعد كده بقى الحاجة اللي هو عايزها ايد لايك صم تي ايد لايك صم جوس ايد لايك صم تشيكن ايد لايك صم رايز وها كذا على حسب بقى رغبته في الحاجة اللي هو عايزها طبعا جيب لي مثال بقول لي ايد لايك صم جوس يعني انا اريد بعض العصير بعد كده عندنا للتعبير عن ما تحب او لا تحب من الطعام بقولي اولا في الاسبات اول حاجة احنا هنصرف الفعل لايك في زمن المدارع البسيط باختصار شديد مع الاي والوي والز واليو الفعل لايك هيأتي في المصدر بدون اي اضافات مع الهي والشي والايت والاسم المفرد هنضيف للفعل لايك اس هو ده تكوين زمن المدارع البسيط في الاسبات في التكوين بنقول ان الافعال اللي بتيجي بعد الاي والوي والز واليو والاسم الجمع تأتي بدون اضافة لكن الافعال اللي بتيجي بعد الهي والشي والايت والاسم المفرد تأتي باضافة اس زي ما انا كاتبة كده تحت في الاسبات لو شوفنا الجملة بدأ باي او وي او زي او يو او اسم الجمع نختار الفعل اللي في المصدر الفعل في المصدر بدون اي اضافات لكن لو الجملة بدأت بهي او شي او ايت او اسم المفرد بنختار الفعل plus s يعني الفعل زائد s الفعل اللي مضاف له s جاب لي بقى مثلة i like ice cream انا احب الايس كريم هنا الفعل like في المصدر علشان الجملة برقت باي واحنا قلنا مع i الفعل في المصدر الجملة التانية هي like is fruit هو يحب الفاكهة هنا طبعا ضفنا للفعل s علشان الجملة برقت به واحنا قلنا مع لهي والشي والإت بنضف للفعل s كده في الاسبات الكلام ده يطبق على الفعل like او اي فعل تاني هنصرفه في زمن المدارع البسيط بنفس الحكاية لو الجملة برقت باي او وي او زي او يو او اسم جامع الفعل في المصدر هي او شي او ات او اسم مفرد الفعل بإضافة s في النافي بقى للتعبير عما لا نحب عايز اقول انا لا احب الخبز انا لا احب القرز هقول i don't like الكلام ده مع الاي والوي والزي واليو الاسم الجامع بنقول don't بننفي زمن المدارع البسيط مع الاي والوي والزي واليو الاسم الجامع بدونت لكن مع الهي والشي والات والاسم المفرد بدونت وبعد don't لازم الفعل بقى في المصدر هنا طبعا زي don't like bread علشان احنا قلنا ان الزي في النافي بتاخد don't لما اقول زي don't like bread هم لا يحب الخبز هي لا تحب البطاطس المقلية اللي احنا قلنا doesn't علشان احنا قلنا الشي بتاخد don't في النفي وبعد دونت و doesn't الفعل بيأتي في المصدر بدون اي اضافات يعني ما ينفعش اقول she doesn't likees اللي احبايب علشان ده جملة منفية وفي النفي لازم الفعل يبقى في المصدر يبقى she doesn't like froze هي لا تحب البطاطس المقلية بعد كده بقولي سالسا في صيغة السؤال في حالة الجامع بنقول do you like ice cream يعني بنسأل في زمن المطرع البسيط do does do does بمعنى هل do معنى هل و does معنى هل طيب ايه الفرق بالاثنين هو المعنى واحد الفرق بقى والاختلاف في ايه انه do بتجي مع الاي والوي بالزي واليو احنا كنا منقول الاي والوي بالزي واليو في النفي بياخدوا don't لكن في السؤال هياخدوا do يعني هنحزف كلمة النفي نخليها do فقط في السؤال اللي هي والشي والقات في النفي بياخدوا doesn't لكن في السؤال does برضو هنحزف نوت تبقى does يبقى بنسأل في زمن المدارع البسيط do و does do و does معناهم هل the i والb والz والyou بياخدوا do the i والshe والat بياخدوا does وبعد كده طبعا بعد الفاعل لازم نكتب الفاعل في المصدر في السؤال وبعد كده باقي السؤال للإجابة بقى بنجاوب do you like ice cream هل تحب الايس كريم لو الشخص ده بيحب الايس كريم هيقول ييس ايدو بنعمل ايه بقى في الإجابة اول حاجة بنكتب ييس او no على حسب الرغبة بقى لو انا بحب الايس كريم هقول ييس ما بحبش الايس كريم هقول no بقى من علامة المص you بنحولها لقي في الإجابة you في السؤال تحول لقي في الإجابة وبننزل دو زي ما هي في الإثبات yes or do يعني نعم معنى الاجابة نعم وحب الايس كريم لكن لما نقول no ايدو انت يعني لا اول حاجة بنكتب no بنعمل علامة المص بنجيب you بنحولها ل i وبنكتب دو نضيف لها in apostrophe t لما بنجاوب بno لازم نضيف للفعل المساعد دو in apostrophe t في النافي بنضيف in apostrophe t no i don't t يعني لا هنا does she like grapes هل هي تحب العنب بنفس الحكاية لو بتحب العنب هنقول yes ونعمل علامة المص هننزل شي زي ما هي وضغط زي ما هي لما بنجاوب بyes في الإثبات بنزل للفعل المساعد زي ما هو بدون أي اضافات لو عندنا شي بتنزل شي لو عندنا هي بتنزل هي لو عندنا زي بتنزل زي لكن you هي اللي بنحولها ل i طيب لو هنجاوب بنو نفس الحكاية هنقول no نعمل علامة المص نجيب شي وبعد كده does وهنضيف لها in apostrophe t يبقى no she doesn't نشوف بقى الصفحة اللي بعد كده بعد كده تبس كريبت نص استماع بقول لي look listen and repeat انظر إلى الصورة واستمع إلى المحادثة سوما ردتها عندنا مجموعة من الأشخاص بتكلم مع بعض عندنا هانا وهاني وطبعا باباهم ممتهم وجدهم اللي بدأ الكلام father اللي اب هو اللي بدأ الكلام بقول لي mother would you like an egg هل تريدي بيضة would you like an egg هل تريدي بيضة ردت علي وقلت له yes please نعم من فضلك يبقى معنى كده ان هي بترد بالموافقة يعني عايزها بيضة بعد كده عندنا girl بتسأل هنا بتقول لها هنا would you like summit chicken هل تريدي بعض من لحم الدجاج يا هنا هنا بردو قالت نعم yes please that looks yummy نعم من فضلك ذلك يبدو لذيذ معنى كده بردو ان هي عايزة بعد كده عندنا هاني بيسأل جدو بقول له grand pa would you like something هل تريد بعض من الشاي يا جدي رد علي وقال له no thank you يعني لا شكرا هو كده بقى مش عايز شاي وبعد كده بقى طلب الحاج اللي هو عايز هبقل له I'd like some juice والسيانة انا اريد بعض من العصير وبكلا يا حلوين بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أسابكم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة